كنت عايزة أسألك أنت شايف أنه ده فعلاً أثر فكرة غياب البار عن المنافسات في المرحلة دي؟ أنت شفت كرة أفريقية في التمانينات؟ التمانينات؟ حتى على اليوتيوب يعني أول يعني شكل الكرة في أفريقيا في التمانينات مختلف تماماً دلوقتي يعني المنظومة ككل اتطورت، الملاعب اتطورت أنت في ماتشات في التمانينات وتسعين كنت ممكن تبقيل راح تلعبي في أدغال أفريقيا الملاعب البنية التحتية يعني اتطورت، النقل التليفزيون اتطور اللاعبين اتطوروا بشكل كبير جداً وأفريقيا بتقدم لعلم كله لعبين في كل المراكز على أعلى مستوى المديرين الفنين اتطوروا، التحكيم ما عرفش فيه مشكلة يعني التحكيم الأفريقي بجد عندنا مشكلة مبارح طبعاً وأخطاء تحكمية في أوقات كتيرة جداً بتكون فادحة وبتكون مؤسرة وأعتقد منهم طبعاً زي ما شفتنا الحكام الرواندي مبارح ضربتين جزاء يعني وضوح الشمس ولكن لم يحتسبوا هل الفار يحل؟ تجربتي بتقول أشك يعني احنا جربنا وضوع الفار ده لقينا عمل مشاكل أكتر من ما قبله لكن أتمنى أنه يكون فيه عدلة تحكمية لأنه ده جزء كبير جداً من يعني مهم فيه سبيل أنه اللعبة تتطور بشكل كبير خلي بال حضراتكم كمان إحنا عندنا اتنين من اللعبة النادي الأهلي خرجوا برا حسابات الجهاز الفني في ماطش توجو يعني ما سفروش فرق النهاردة منتخب مصر كل التوفيق ليه طبعاً سافر النهاردة الظهر راح لتوجو عشان يلعب يوم سبعتاشر محمد هاني عمر السلائي عمر السلائي خد الإنزال التاني وبالتاني مش هيكون بيشارك مع الفريق في ماطش لومي في توجو ومحمد هاني طبعاً الإصابة التي لم يتم تشخصها بس عشان كلام كتير اللي بيتقال على السوشال ميديا وعلى المواقع احنا هنعرف بشكل كامل يوم الثلاث الموقف بالنسبة لمحمد هاني وحجم إصابته وتأثيرها على إمكانية طبعاً لحاقه أو مشاركته في ماطش نهائي الأفريقي